السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في لقائنا اليوم الإثراء الخامس الذي بإذن الله تعالى نتكلم عن الدوال الدائرية والدوال المثلثية العكسية نتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة طيبة دعونا نتعرف على الدروس التي سيتم تغطيتها في هذا الإثراء سنتعرف على الدروس السادس دوال الدائرية ثم تمثيل الدوال المثلثية بيانياً ثم الدوال المثلثية العكسية سنتكلم في بداية عن دائرة الوحدة ثم سنأخذ الدوال الدورية ثم تمثيل الدوال المثلثية بيانياً لهدالة الساين والكوساين والتان والسيك والكوسيك والكوتان ثم الدوال المثلثية والعكسية ونختم بحل المعادلات المثلثية ونأخذ كعدتنا سؤال في نهاية هذا الدرس طبعاً تكلمنا عن الدوال في دائرة الوحدة و قلنا أن دائرة الوحدة هي دائرة مركزها نقطة الأصل و طول نصف قطرها يساوي 1 طول نصف القطر يساوي 1 و قلنا أن إذا كان عندي ضلع الانتهاء يقطع دائرة الوحدة في نقطة معينة فإن هذه النقطة سيكون Xها هو الكوساين و Yها هو الساين بهذا الشكل فالX هي الكوساين و Y هي الساين بهذا الشكل طبعا طالما أنك عرفت الكوساين و الساين فأنت تستطيع إيجاد التان اللي هو حاصل قسمة الساين على الكوساين و الكوتان و السك والكوسك كمقاليب لهذه الدالة فلو جاني مثل هذا السؤال البسيط و قال لك إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية المرسومة في الوضع القياسي في دائرة الوحدة هي نصف وجذر ثلاثة على ثنين فأوجد كل من الكوساين و الساين فمباشرة سنقول أن كوساين الثيتا هي الـ X اللي هي تساوي نصف و ساين الثيتا هي الـ Y وبالتالي هي جذر ثلاثة على اثنين و لو حبيت تبدأ تجيب التان و الكوتان و السك ولكن هو طلب مننا فقط الكوساين و الساين في هذه الحالة نتكلم أيضا في الفقرة الثانية عن الدوال الدورية و قلنا الدوال الدورية يكون شكل الدالة هي تكرار لنمط فنلاحظ أن هذا النمط تكرر معي أكثر مرة هذا مرة و هذا مرتين ثم يتكرر مرة ثالثة بهذا الشكل ثم مرة رابعة بهذا الشكل و يستمر هذا النمط إلى ما لا نهاية قد يكون حتى النمط جاء في الاتجاه السالب يعني ما في مشكلة قد يكون من الدالة تبدأ من الصفر فقط و قد تبدأ من السالب إلى الموجب فما في مشكلة عندنا في تكرار هذه النمط المهم أن الدالة الدورية يكون لها نمط و تكون هذه المسافة الأفقية من بداية الدورة إلى نهاية الدورة هذا يسمي طول الدورة طول الدورة ونسمي هذه دورة واحدة نسمي هذه دورة واحدة التي هي دورة تكون هذه بدايتها من هنا ونهايتها هنا فهذا كله يسمى دورة واحدة يعني بهذا الشكل عرض المسافة الأفقية هذه هي تسمى طول الدورة تسمى طول الدورة بهذا الشكل فلو جيتك هنا وقلت لك والله يحدد لي طول الدورة فأنت تقول أين تكررت الأنماط أين تكررت هذه الأنمار فممكن تأخذ البداية مثلا من هنا بهذا الشكل لاحظ الدالة انزلت ثم رجعت هل اللي بعدها هو تكرار لهذا النمط؟ لا إذن مستمرين نحن في الدورة الأولى حتى نصل إلى هنا نلاحظ أن بعد ذلك سوف تبدأ تتكرر الدالة تبدأ تتكرر الدالة بهذا الشكل ثم بعد ذلك يعني يستمر بهذه الطريقة ولو مشيت أنت بالجهة معاكسة ستجد أن هذا أيضا عبارة عن تكرار فبالتالي نلاحظ أن طول الدورة سيكون هو هذه المسافة من بداية الدورة إلى هنا طبعا من صفر إلى 2 باي فبالتالي سنقول أن طول الدورة يساوي 2 باي طول الدورة يساوي 2 باي أما لو جينا في الشكل الثاني سنجد أن هذه عبارة عن نمط وبعد ذلك تكرر هذا النمط أكثر من مرة النمط يعني زي الكأس مثلا أو السطل مثلا يعني يكون بهذا الشكل فبالتالي نلاحظ أن النمط سيتكرر أكثر من مرة بنفس الطريقة فبالتالي سنقول أن طول الدورة هو من بداية النمط من هنا يعني نشوف من هنا حتى نهاية النمط اللي هو من صفر إلى باي فبالتالي كم سيكون طول الدورة هنا؟ نقول أن طول الدورة هو باي هنا طول الدورة هو باي فبالتالي دائما يهمني أني أحدد بداية النمط ونهايته حتى أحسب المسافة الوفقية وبالتالي أحدد طول الدورة إن شاء الله يكون واضح وسهل للجميع طبعا قد يسألك أيضا عن الدوال الدورية قال لك أوجد القيمة الدقيقة لكوساين 480 طبعا 480 هي زاوية أكثر من 360 فمعناها أنها أخذت دورة وشوي فبالتالي أحسبنا الكوساين 480 هي عبارة عن 360 درجة زائد 120 درجة فبالتالي دائما سأستبعد دورة كاملة نستبعد دورة كاملة وبالتالي سأقول أنه يساوي هذا كوساين 120 درجة طيب 120 كوساينها كم يساوي؟ 120 كزاوية هي موجودة في هذا المكان فقريبا محور الساين فالكوساين فيها يساوي سالب نصف لأنه يقع في الجهة اليسرى أو في الربع الثاني وبالتالي سأقول هنا أن الناتج سيكون سالب نصف إذن هذا هو كوساين 480 بنفس الطريقة هنا ساين 11 باي على 4 طبعا لما يقولك ساين 11 باي على 4 فأنا ممكن أقول أن هذه عبارة عن ساين 8 باي على 4 زائد ثلاثة باي على 4 لأنه 11 باي على 4 أما الثمانية باي على 4 فهذه 2 باي التي هي 360 فأنا سأستبعدها دائما أستبعد مضاعفات 360 وكشوف الزاوية المتبقية بالنسبة لك هنا ساين الثلاثة باي على 4 طبعا الثلاثة باي على 4 هي نفسها 135 درجة فساين 135 درجة سيكون جذر 2 على 2 لأن هذه من الزوايا التي تكون هنا موجودة في المنتصف ما بين الساين والكوساين وبالتالي يكون جذر 2 على 2 والساين في الربع الثاني يكون موجبا فبالتالي الناتج سيكون موجب جذر 2 على 2 ننتقل الآن إلى تمثيل الدوال المثلثية بيانيا تكلمنا عن تمثيل دالة الساين ودالة الكوساين وقلنا أن دالة الساين مجالها هو مجموعة العداد الحقيقية ولكن جميع النواتج تكون محصورة ما بين السالب واحد والموجب واحد جميع النواتج تكون بين سالب واحد وما بين موجب واحد فما يمكنني لو حطيت أي زاوية وجرب ما أكاله حاسبة جرب ضع أي زاوية من اختيارك لا يمكن ناتجي يقل عن سالب واحد أو يزيد عن موجب واحد فجميع النواتج تكون بين سالب واحد وموجب واحد لذلك لاحظوا الدالة تتذبذب ما بين السالب واحد والموجب واحد تصعد وتنزل فهذه الساين والكوساين يسمون دوال موجية دوال موجية لأنها تتخذ شكل الموجة بهذا الشكل وموجة منتظمة ومحصورة ما بين السالب والموجب واحد طبعا سعتها تساوي واحد أما طول دورتها فهو يساوي 360 درجة نلاحظ أن النمط يتكرر لكل 360 درجة بهذه الصورة في الكوساين نفس الفكرة ولكن نلاحظ أنها بدأت من الأعلى بدأت من عند الواحد ثم نزلت للصفر ثم السالب واحد ثم الصفر بهذا الشكل ثم ترجع إلى الواحد وبالتالي هذه هي دورتها لاحظنا أن دالة الساين تكون متماثلة حول نقطة الأصل ودالة الكوساين تكون متماثلة حول محور Y لاحظنا خصائص هذه الدوال ورسمها وتمثيلها البياني كذلك دالة الظل عندنا دالة هي تان لثيتا عرفنا أن دالة الظل تكون معرفة عن جميع الزوايا ما أدى زاويتين في الدائرة الوحدة اللي هي الزاوية 90 والزاوية 270 لذلك قلنا أنها ستكون معرفة عند أي ثيتا بس بشرط أنها ما تساوي 90 زايدة 180 N اللي هي كل 180 درجة ستكون غير معرفة 90 لما تزيد عليها 180 ستكون 270 نزيد عليها 180 ستكون 450 وهكذا كل ما زدت عليها 180 ستكون غير معرفة اللي هي عند التسعين والميتين وسبعين و لما تأخذ أنت أكثر من اللفة حيث أنها تزيد 360 أو تنقص 360 بنفس الطريقة ستكون الدالة غير معرفة أما مدى دالة الظل فهو مجموعة الأعداد الحقيقية يعني ممكن أنت تعوض في أي زاوية ويطلع لك المدى عادة ممكن يطلع لك أي عدد سواء كان موجب أو سالب أو حتى صفر لا يوجد مشكلة وتكون التان غير معرفة قلنا في زاويتين اللي هم التسعين والميتين وسبعين وأي زاوية تشترك معاهم كذلك في ظلع الانتهاء طبعا السعة ستكون غير معرفة لأنها ما هي محدودة زي كسين وكوسين من سالب واحد الموجب واحد بس وتصعد وتنزل لا هي من موجب ما لنهاية لسالب ما لنهاية تصعد موجب ما لنهاية لسالب ما لنهاية فبالتالي السعة ستكون غير معرفة ولكن طول الدورة 180 درجة طول الدورة 180 درجة بهذه الصورة بعد ذلك تعلمنا اللي هو الدوال الكوتان والسك والكوسك فدالة الكوتان هي تشترك مع دالة التان في أن طول دورتها 180 درجة ولكنها ستكون غير معرفة عند الزاوية صفر وزاوية 180 يعني التان غير معرفة عند زوايا محور Y أما الكوتان فهي غير معرفة عند زوايا محور X اللي هم الصفر و المية و ثمانين تكون عندهم غير معرفة في هذه الزوايا طبعا مجالها مجموعة مجالها كل الزوايا معدل الصفر و المية و ثمانين أما مداها فهو مجموعة الأعداد الحقيقية دالة السك ستكون غير معرفة مع التان يعني زي التان ستكون غير معرفة عند التسعين وعند الميتين وسبعين فتكون دالة السك غير معرفة مداها سيكون هي الأعداد اللي أعلى من الواحد وأقل من سالب واحد يعني الساين أخذت من سالب واحد الموجة بواحد أو الكوساين أخذه من سالب واحد الموجة بواحد السك والكوسك أخذوا الباقي اللي هو من الواحد وفوق ومن السالب واحد وإيش وتحت بهذا الشكل نقول من الواحد إلى المال النهاية ومن السالب مال النهاية إلى السالب واحد يعني بهذه الطريقة وهذا هو رسم هذه الدال الكوسك ستكون غير معرفة في نفس أماكن الكوتان يعني نقول أن الكوسك والكوتان غير معرفتين عند الصفر والمئة وثمانين والسك والتان غير معرفتين عند التسعين والمئة وسبعين طبعا بالنسبة للسعة فهي غير معرفة إلا فقط في الساين والكوساين الساعة واحد أما التان والكوتان والسك والكوسك فسعتهم غير معرفة وطول الدورة في كل الدوال الساين والكوساين والسك والكوسك 360 فقط التان والكوتان هم المية وثمانين اللي هم الظل وظل التمام بذلك يعني الآن مطلوب من أننا نحن نوجد الساعة وطول الدورة للحالات الآتية خلونا نجتهد في إيجاد النواتج هنا قال لك الساعة للدالة وي ساوي ثلاثة ساين خمسة ثيتا فنرح نقول أن الساعة هي الأدد المضروف في الساين اللي هو كام اللي هو ثلاثة أما طول الدورة فإحنا قلنا طول الدورة للساين للأساس هو 360 لكن نقسمها على خمسة أو القيمة المطلقة لخمسة اللي هي خمسة وبالتالي هيصير 72 درجة بالنسبة للدالة الثانية وي ساوي نصف تان فيتا أغلب الطلاب للأسف ينسى أن التان والكوتان والسك والكوسك ساعتهم غير معرفة ويجي يكتب لي نص هنا وهذا الكلام خاطئ أيها الأخوة الكرام والأخوات فالساعة هنا غير معرفة والنصف هذا لا يؤثر النصف هذا ما يؤثر على الدالة واحد يقول ليش ما يؤثر يا ستاب يعني أنت خيل عندك دالة رايحة ما لنهاية ضربتها في نص وين بتروح؟ ما لنهاية يعني يظل ما لنهاية ضربتها في نص ولا ضربتها في ثلاثة ولا ضربتها في ثلاثة فبالتالي لو ضربتها بأي رقم ما يؤثر لكن الساين والكوسائن هي من سالب واحد الموجب واحد ضربتها في ثلاثة الواحد بتصير ثلاثة والسالب واحد ستصبح سالب ثلاثة ضربتها باثنين بهذا الشكل يتأثر لكن ما لا نهاية خلاص هذا ما لا نهاية أنا لا أقدر أصيده يكون ما لا نهاية سواء ضربتها بنص ولا ضربتها بواحد و ضربتها بخمسة هو ما لا نهاية بهذه الصورة لذلك دائما الساعة ستكون غير معرفة ولكن طول الدورة في التان طبعا لاحظوا أن الثيتا لا يوجد معها أي عدد فبالتالي نقول أن طول الدورة مباشرة هو 180 نشوف أيضا هذا السؤال قال لك الساعة هنا طبعا الكوساين مضروبة في واحد فبالتالي الساعة ستكون تساوي واحد أما طول الدورة نلاحظ أن الثيتا مضروبة في كم؟ مضروبة في نصف وبالتالي سأقول 360 درجة تقسيم نصف و 360 درجة تقسيم نصف كم تساوي؟ تساوي 720 درجة لأن الأثنين هذه تنزل إلى أو تصعد إلى البسط وبالتالي ستكون بهذه الصورة بالنسبة لدالة الكوسك قلنا دالة الكوسك على طول أن ساعتها غير معرفة ساعتها غير معرفة أما طول الدورة في الأساس هي 360 ولكن 360 موزعة على ثيتتين فبالتالي أقسم على 2 وبالتالي كل ثيتا فيهم لها 180 درجة كل ثيتا لها 180 درجة بهذه الصورة ويكون هذا هو طول الدورة إن شاء الله يكون واضح للجميع ننتقل الآن إلى الفقرة الرابعة وهي الدوال المثلثية العكسية وذكرنا لما شرحنا الدرس بالتفصيل في آخر درس في هذه الوحدة أن دائما في العلاقات العكسية ساين أنفرس أو ساين أنفرس أو تان أنفرس دائما يكون عندي أكثر من ناتج وبالتالي هذه العلاقة تفشل في اختبار الخط الرأسي يعني لا تمثل دالة لذلك سنقوم بتحديد المجال قلنا لابد أن نحدد المجال لابد أن نحدد المجال وبالتالي سنسمي الدوال الأكسية بأحرف كبيرة وبالتالي سيكون معكوس الساين سيتراوح ما بين سالب 90 وموجب 90 وكذلك التان من سالب 90 إلى موجب 90 أما الكوساين فهو سيكون من الصفر إلى المية وثمانين يعني هذه بالنسبة للراديان نقول من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2 أما من صفر إلى 180 نقول من صفر إلى باي بهذا الشكل وتكلمنا عن الدوال الأكسية قلنا أن مجالها بالنسبة للساين والكوساين سيكون مجالها هو من سالب 1 إلى موجب 1 والمدى سيكون من سالب 90 درجة إلى موجب 90 درجة أو من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2 بالنسبة لدالة الجيب التمام الأكسية سيكون من سالب 1 إلى موجب 1 كذلك ولكن يكون من صفر إلى باي أو من صفر إلى 180 درجة أما دالة الظل فعندنا مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة وسيكون الناتج ما بين سالب 90 إلى موجب 90 بهذه الصورة فلو وجيتك هنا قلت لك أوجد الكوساين انفرس لسالب نصف فأنت ممكن تستخدم الآلة الحاسبة أو بإمكانك أن تقول الكوساين سالب نصف يعني من خلال دائرة الوحدة بين السالب نصف و السالب نصف موجود هنا وبالتالي الزاوية ستكون أما أن تكون 120 درجة طبعا أو تكون 240 ولكن كقيمة أساسية نحن نأخذ اللي في الربع الأول أو في الربع الثاني لأن الناتج يكون من صفر إلى 180 درجة صح ولا لا فبالتالي سنقول أن الزاوية هي 120 درجة 120 درجة بهذا الشكل تان انفرس للواحد أو معكوس التان للواحد طبعا متى يكون التان يساوي واحد؟ طبعا إذا كانت الثيتا تساوي 45 درجة يعني التان يكون يساوي واحد ففي هذه الزاوية يتساوي الساين والكوساين فلما نقسم الساين على الكوساين سيعطيني الناتج واحد طبعا ممكن تستخدم الآلة الحاسبة اللي هو تضغط shift وبعدين تان وبعدين تضغط واحد ويصاوي ويصاوي معك الناتج بشكل مباشر قال لك أوجد تان لكوساين انفرس للنصف فممكن أنت توجد الناتج هنا فكوساين انفرس للنصف طبعا من خلال دائرة الوحدة من خلال دائرة الوحدة سنقول أن كوساين انفرس للنصف هو عبارة عن ستين درجة ستين درجة هذه الزاوية اللي كوساينها نصف بهذا الشكل فبالتالي أنت مطلوب منك الآن تحسب تان الستين فتقول تان لستين درجة طبعا لهو يساوي جذر ثلاثة يعني بهذه الصورة ممكن تحسبها باستخدام الآلة الحاسبة وتطلع الناتج يعني هو قال لك أبغى الناتج مقرب إلى أقرب جزء من مية فتقول والله أن جذر الثلاثة يساوي واحد فاصلة ثلاثة وسبعين يعني بهذه الصورة كذلك أخذنا طريقة أخرى وهي طريقة المثلث قائم الزاوية أنك تسوي مثلث قائم الزاوية تحط ثيتا وقلنا أن الكوساين هو المجاور على الوتر وبالتالي تحسب أنت المقابل من نظرية في ثغرس ستلقاه يساوي جذر ثلاثة وبالتالي ستقول أن التان لثيتا هو المقابل على المجاور وبالتالي المقابل هو جذر ثلاثة على واحد وهي واحد فاصلة ثلاثة وسبعين يعني لو ما كان معك على حاسبة ممكن تستخدم المثلث ممكن تستخدم الزاوية الشهيرة يعني كل هذه الطرق تستطيع من خلالها الوصول إلى الإجابة الصحيحة تبقلنا الفقرة الأخيرة من فقرات هذا الدرس وهذا المنهج يعني خلاص احنا وصلنا إلى مشارف النهاية التي هي حل المعادلات المثلثية ونقصد بالمعادلة المثلثية هي المعادلة أن يكون مجهولها زاوية مجهولة يعني كل مجهول هو زاوية مجهولة ونستخدم فيها طبعا الدوال المثلثية ونوجد طبعا الزاوية المجهولة باستخدام الدوال المثلثية العكسية مثل هذا السؤال قال لك أوجد صين لثيتا تساوي سالب 0.35 فما هو قياس الزاوية ثيتا فبالتالي راح نقول أن قياس الزاوية ثيتا هو عبارة عن ساين إمبرس لسالب صفر فاصل خمسة وثلاثين نحسبوها بالآلة الحاسبة معاي وخلونا نطلع الناتج نقول ساين إمبرس أو شفت ساين سالب صفر فاصل خمسة وثلاثين لا تنسون السالب وبالتالي الناتج سيكون تقريبا سالب عشرين ونصف سالب عشرين ونصف درجة فيكون هذا هو الناتج النهائي يعني مثل المسائل هذه اللي ليست زواياه شهيرة تضطر استخدام الآلة الحاسبة لحسابها بذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي يعني وصلنا إلى نهاية المطاف وأنجزنا هذه الأمور لكن كعدتنا نأخذ سؤال أخير كذا للتقويم قال لك ما هو طول الدورة في هذه الدالة طبعا دالت كوتان السعى فيها غير معرفة ولكن طول الدورة في الأساس طول الدورة في الأساس هو 180 درجة هل الثيتة معها شيء لا إذن خلاص 180 أو 180 على واحد اللي هي 180 ما يحتاج نكتب شيء فبالتالي رح نقول أن الناتج هيكون 180 درجة بهذا الشكل وهذا من الأسئلة الجميلة والبسيطة لكن مهم جدا نحن نفرق بين الدوال نفرق بين سعتهم بين طول دورتهم حتى يعني ما نتلخبط ما بين هذه الدوال المختلفة و نقول بحمد الله تعالى تم هذا المنهج على خير و انتهينا معكم يعني امتدت الحصص هذه على مدار هذا الفصل الدراسي الثالث أتمنى أن يكونوا فقط في طرح هذا المنهج لكم و داعيه من الله العلي القدير لكم و النجاح و التفوق و أن ينعكس هذا المقرر عليكم بإذن الله تعالى بتميز و تفوق و يعني بإذن الله يرفع مستواكم في الرياضيات في الحقيقة سواء الفصل السابع أو الفصل الثامن هي من الفصول المهمة في مسيرتك كطالب او كدارس لمقرارات الرياضيات سترى استيعابك للفصل السابع أو استيعابك للفصل الثامن سيؤثر بإذن الله تعالى على مستواك في الصف الثالث الثنوي لأن هناك غير صف الثالث الثنوي و ter인이 Whilst finans из unre 당연事 و لدينا وحدة كاملة عن الدوال المثلثية حتى من أتقن المهارات في هذه الوحدة سيكون اتقاو بطوله في الصف الثالث الثنوي هناك وحدة كاملة عن دوال المثلثية و في وحدة عن المتجهات وحدة عن الإحداثيات القطبية كلها تستخدم الدوال المثلثية وزوايا الشهيرة تحديدا الدروس اللي أخذنا فيها الزوايا الشهيرة وكيف نوجد القياس الدوال هذه كلها تنعكس عليك بإذن الله تعالى في المستقبل كذلك الفصل السابع الاحتمالات عندنا في الصف الثلاث ثنوي فصل كامل عن الاحتمالات فبالتالي استيعابك للمفاهيم طبعا نأخذ طرق جديدة في الاحتمالات في الصف الثلاث ثنوي والتوزيعات الاحتمالية فهمك للشيء الذي تعلمت في الصف الثاني ثنوي حين أعكس عليك إيجابا بإذن الله تعالى في الصف الثلاث ثنوي أمامكم إن شاء الله اختبارات نهائية وبإذن الله تعالى تكون موفقة ودرجاتكم جميلة ونلقاكم على خير أشكر جميع من تعاون معي في تقديم هذا الدروس أخي بقدم الإشارة ومشرف التربوي والأخوة المصورين والمخرجين وطاقم قناة عين شكرا للجميع ونتمنى بإذن الله تعالى دائما أبدل لكم التفوق والنجاح في أمان الله